موسيقى حياكم الله أثار فيلم زينليفيك لمخرجه نبي العيوش موجة كبيرة من ردود الفعل والتفاعلات الاجتماعية في مواقع التواصل وفتح نقاشا واسعا حول مكانة الحرية في مجال الانتاج السينمائي ويعالج الفيلم المذكور واقع الدعارة من خلال عكسه المباشر لواقع المعيش اليومي للمومس لكن مضمون الفيلم أثار موجة من ردود الفعل السلبية حيث انتقد عدد من المتابعين تركيز المخرج على تصوير مشاهد خليعة مطولة من دون عمق في المعالجة وهو معتب رئيساءة للهوية كما انتقد كثيرون الاستعمال المفرطة للألفاظ غير اللائقة الخارجة عن الذوق العام والخادشة للحياء وهو أمر اعتبره المدافعون عن الفيلم ضرورة بحكم اقتحام المخرج لإحدى الطابهات المسكوت عنها فيما قال نقاد سينمائيون إن المعالجة كان ممكن أن تكون أرقى وأعمق وأكثر ذكاء وبعد تسريب اللقطات الأولى والجدل الذي تبعها بادرت وزارة الاتصال إلى إصدار بيان في الموضوع أورد أن فريقا من المركز السينمائي المغربي شاهد عرض فيلم تحت عنوان الزين لفيك في أحد المهرجانات الدولية وتبعا لذلك قررت السلطات المغربية المختصة عدم السماح بالترخيص بعرض هذا الفيلم في القاعة السينمائية نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب كما أكد ذلك بيان وزارة الاتصال ونقلت وسائل إعلام عن المخرج نبيل عيوش قوله إنه حزين ومصدوم بعد قرار المنع الذي صدر من وزارة الاتصال مؤكدا أن طريقة التعاطي مع الفيلم تؤشر على غياب النقاش العمومي الديمقراطي وأشار المخرج إلى أن التهديدات التي تعرض لها بعد تسريب مضامين الفيلم على الإنترنت لم تنتهي بقرار المنع في المقابل أشار نقاد سينمائيون إلى أن الفيلم أخذ أكثر من حجمه بالنظر إلى تدني مستوى المنتج وسطحية المقاربة وفي اتجاه آخر طالب نشاطاء على الفيسبوك بمحاكمة المخرج على ما اعتبروه انتهاكا للقانون المغربي من جهة أخرى انتقدت فعاليات حقوقية ما وصفته بالهجمة الشرسة التي تستهدف الأشخاص بسبب آرائهم أو إبداعاتهم الفنية وتحرض ضد سلامتهم البدنية وقالت إنها مع النقد البناء والارتقاء بالنقاش بعيدا عن أساليب التشهير والتحريض وإشاعة الكراهية في مقابل هذا قال أو رحبت وزارة الاتصال بالنقاش الجاد والمسؤول على شبكات التواصل الاجتماعي هكذا وصفت الأمر والذي أبرز بحسبها تأييدا جدا واسع لقرار عرض فيلم زين لفيك في القاعات السينمائية وقالت وزارة الاتصال إن قرارها جاء حماية لحرية التعبير ترجمة نانسي قنقر